النهاردة يا بنات معنا جولة جميلة وجديدة جداً ما شاء الله احنا فين؟ احنا في محلات كوكواند اس اللي هي في طريق الوراء المشاء الله المكان ده جميل جداً يعني انصح كل عروسة وكل ست بيت لو انت راح بتجهزي او بتنقصك حاجات يعني روحي الاماكل الزاد اللي هي مجمعة كل احتياجاتك في مكان واحد احلى حاجة عجبتني ان ما شاء الله قسم البلاستيكات عمل لها دور كامل يا بنات ما شاء الله كل حاجة تتخيريها بلاستيكات للمطبخ للحمام للبيت عمتا ما شاء الله وعمل لها دور كامل هتلاقي حاجات تخطر على بالك وحاجات ما تخطرش على بالك وما شاء الله المكان كان جميل جداً وفيه حاجات كتير قوي انا يعني صورت جزء بسيط ما شاء الله من الحاجات اللي كانت معروضة عنده وكل حاجة بسم الله ما شاء الله عنده بكميات وقلوان واحجام من كل حاجة هتلاقي وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الوان جميلة جدا. مقساة احجام. اه في خمات. دي حاجات جميلة جدا. دي جزمات على فكرة طلعة جديدة. شك جدا. كانوا لسه عرضينها. وجايبينها الواناتها حلو اوي. شكلها حلو اوي. ما شاء الله هتلاقي ليها درج وليها اللي هم طلفتين زي ما احنا شايفين كده. حاجة جميلة جدا دي. من اشكل جزمات اللي نزل الي يمدي. شوفتها كذا بحل ادوات منزلية ومعارض. اه الحاجات دي جميلة جدا. لسه جديدة. فما شاء الله يا بنات. الحاجة هنا جميلة جدا. لو انت بقى حابة تشتري. روح الاماكن زي دي اللي عاملة. تخصص لكل حاجة في مكان. بحيث انت تدخلي تبقى عارفة تتفرجي مرة الاول كده تليف لفة كده خمس زي. وترتبي افكارك انت محتاجة ايه وعايزة ايه. غير ما انت تروحي مكان تشتري حاجة تلاقي حاجة تانية نقصوك او حاجة جديدة تانية مثلا. اه دي البسكتات دي جميلة جدا. لسه زهرة برضو وعملنا فكرة جديدة لها بالفارق. والاستراس شكلها شك جدا. ما شاء الله. بس مغالين سعرها بصراحة الواحدة عاملة خمسة وتسعين جنيه. انا استغلتها للامينة. ممكن انت تعمل الفكرة دي مش هتكلفك حاجة. اه ما شاء الله بقى كل الحاجات دي. اه للمطبخ والحمامتك الصورات للمطبخ. جميلة جميلة. ما شاء الله في حاجات حلوة او هناك. اه زي ما قلت لك. روحي تفرجي كده وشمعت بقى او حاجات للدولاب. جميلة ما شاء الله بقولك. يعني شوفنا انا صورت بس جزء كده بسيط. بس بصراحة ما شاء الله. انا شايفين ده اللي هي حاجات الليفت الموعين والسبونش والحاجات. ما شاء الله بصوعة حاجات جميلة جدا. والالوانات جميلة جميلة ما شاء الله. يعني هتلاقي زوقك في الحاجات اللي هي معروضة. شايفين ما شاء الله كل ده. احنا في مساحة دور واحد. فهو مخصص للحاجات دي ده اللي بس ادوات منزلية. فيه بقى مكان الادوات الاجهزة الكهربائية. فيه مكان للصيني واللملمين والتيفال وجرانيت. لا. هو قصة بسم الله ما شاء الله. اه. فيه حاجات حلوة قوي عنده. هو او غيره. السنترات اللي هي بتبقى عاملة لكل حاجة دور. بتعرف انه ما شاء الله بيبقوا جايبين كل حاجة. اه. من قلوانات من احجام من اشكال الجديد فيها. فبسم الله ما شاء الله يعني الفيديو للحاجات البلسكات دي لما عجبتني انا قلت لك اعملكم فيديو بيها. هتلاقوا حاجات حلوة قوي. وحاجات الاهل السهزة زهرة جديدة هتوفر عليك. فانت بقى بتروح وتفرجي وتشوفي الحاجات اللي انت عايزة تحامل المناديل اللي هي وبكر المناديل بتاعت المطبخ وكده. برضو زي ما احنا شايفين بصوا احجام وقلوان. فبن كل حاجة الفكرة انت تلاقي الحاجة اللي انت عايزة اللون. الحجم. المقاس. بصوا زي ما حاتنفيها البكر المناديل بتاعت المطبخ. شكلها شك جدا يا شا الله. فانت لو عايزة بالمناديل بتاخديها. عايزة من غير المناديل بتاخديها. ومن شا الله موفرها في جميع الحالات. عالة بالمناديل. اشكال واحجام وبردو حاجات كتيرة. ما شا الله. اتربهات. كانت احجام ومقسات جميلة جدا. ما شا الله برضو عنده. آآ جلد المية. كل حاجة المطبقيات بقى أنواع صغير وكبير شايفين الحاجات الشيكة دي المو بيجا عنده الألوان المختلفة وحاجات سلكون بتاعت الأشكال دي وتقدمات الأكل فهي حاجات حلوة قوية عنده دي بولات للرز أحجام برضه وعلب بوطش تحسين عندي حافظة حفظ الطعام الغطاء بالعلبة بتاعتها وتقبت الليجة الجزء ده بقى الألوانات الصفرة دي مشكلة عنده واخدها مساحة كبيرة زي ما أنتو شايفين اللون ملفت للنظر مجرد بطلع عينك تجيبك عليه اللون البرطاني والأصفر ده حاجات بسم الله ماشاء الله الجروف عاملينه بشكل جديد يعني منوعين فيه كل الده اللي أنتو شايفينها دي جروف بالمقاشة بتاعته بس أشكاله أحجام مختلفة يعني فبقول لكم يعني لا هو عامل دور يعني أبهرني بصراحة ممكن صورت ده ومصورتش الأجنسة الكهربائية بصراحة أنت عاجبني أكتر وماشاء الله الناس يعني عاجباها الحاجات دي جدا ماشاء الله بتاخد منها كمية يعني شايفين ماشاء الله هو منظم الحاجة وحاطتها بطريقة حيلة بحسنة دي تقصيك حاجة هتدخل تجيبيها بس الأول تشوفي كده ديئتين تلاتة كده عينك الأول في المكان عشان إيه تختاري صحة وتشوفي الحاجات اللي نقصوك صحة هو ليه أكتر من فرعي يعني زي بقولكم الشرط هو الأماكن اللي هي بقى مرتبالك الحاجة اللي زي دي بتريحك وبتوفر عليك وقت ومجهود وانت عارفة انت عايزة إيه بالزبط تماني يا بنات بقى تكون جولة النهار ده عجبتكم ما تنسوناش من اللايك بقى وتعليق حلو منكم اتفعلوا يا بنات بنلاعليكم مع القناة عشان وانت عاقبالك الحاجة وانت عاقبالك الحاجة وانت عاقبالك الحاجة